غلاء المعيشة ظاهرة شملت كل دول الاتحاد الأوروبي وباتت تلقي بظلالها على مواقف الناخبين الأوروبيين سواء من سياسات حكوماتهم أو من مؤسسات الاتحاد وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي الذي سيعاد انتخاب أعضائه العام المقبل وحسب دراسة أعدت لصالح البرلمان الأوروبي فإن 65% من الأوروبيين غير راضين عن السياسات المعتمدة لمواجهة التضخم والإجراءات التي اتخذتها حكوماتهم الوطنية للاستجابة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بينما يقول 57% من الذين استطلعت آراءهم إنهم غير راضين عن التدابير المتخذة لمواجهة غلاء المعيشة على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومن بينها البرلمان وبناء على ذلك يتوقع 50% من الأوروبيين حسب الدراسة مزيدا من التدهور في مستوى المعيشة مستقبلا الدراسة بيّنت أيضا أن 47% من الأوروبيين يعتبرون أن الوضع العام يتطور في الاتجاه الخاطئ على مستوى الاتحاد الأوروبي لكن هذه النسبة آخذ في الانخفاض تقول الدراسة في حين يرى 32% من الأوروبيين أن الاتحاد يتقدم في الاتجاه الصحيح وعلى عكس القضايا الاقتصادية يقول 54% من المستجوبين إنهم راضون عن سير الديمقراطية رغم الاختلافات الكبيرة بين دول الاتحاد في تقييم ذلك استطلاع الرأي هذا يأتي قبل عام من إعادة انتخابات أعضاء البرلمان الأوروبي ويمثل البرلمان الهيئة التشريعية الأساسية في الاتحاد وسيكون ملف مواجهة غلاء المعيشة من أخطر الملفات التي ستشكل تحديا لأهم مؤسسات تشريعية في الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر